تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تنظم وزارة الداخلية الملتقى السادس لطلبة وطالبات المناطق الحضرية بالعاصمة الإدارية يأتي ذلك للتعرف على منشآت العاصمة الإدارية ومرافقها التي تجسد إرادة المصريين في بناء الجمهورية الجديدة تنطلق مبادرة الجي الجديد برعاية الرئيس الجمهورية إلى آفاق جديدة من النجاحات في مواصلة ترسيخ الانتماء الوطني لدى شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة محطة عدل منصور التبادلية العملاقة هي نقطة البداية للملتقى السادس للمبادرة التي تنظمها وزارة الداخلية عيسو استقل الشباب القطار الكهربائي الخفيف والذي يعد أحد عناصر منظومة النقل النظيف في مصر باتجاه محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة كانت هي مقصد الملتقى السادس لمبادرة الجديد ليرى الشباب حجم الإعجاز والإنجاز في هذا المكان الذي تحول في أقل من سبع سنوات من رمال إلى مدينة ذكية تتباهى بمنشآتها وطرازها المعماري وأحيائها المتنوعة بدأ الشباب جولتهم بالعاصمة الإدارية بزيارة مسجد الفتاح العليم ويعد أولى الإنشاءات البنائية في العاصمة الإدارية صدر الأمر بإنشاء مسجد الفتاح العليم يوم 6 يناير سنة 2017 وتم افتتاح المسجد يوم 6 يناير سنة 2019 خدنا كام سنتين وده معناه أن كل الطاقات الممكنة وكل الخدرات الممكنة اشتغلت وتكتفت وتعاونت عشان تبرز لي هذا المظهر والمنجز الحضار أماكن جميلة جداً أول مرة في حياتي أشوفها لو قد تسمعتناها في التليفزيون بس النهاردة مفصوطة جداً أن أنا جيت شوفتها تضمنت الجولة زيارة كاتدرائية ميلاد المسيح والتي كان افتتاحها في ذات توقيت افتتاح مسجد الفتاح العليم الدولة حريصة على أن هي بتثبت فكرة الوحدة الوطنية أننا كلنا شعب واحد دي فكرة مهمة جداً أن الدولة نفسها تكون أول مشروع لها في مكان كان صحرة تماماً أن هي تبني جامع وتنيسة تعلمنا في المبادرة يعني التسامر وأن احنا كلنا واحد وبنعيش في وطن واحد وتعلمنا في المحضرات يعني إيه الوسطية ويعني حرة الاتقاب أنا فرحان أن أنا جيت وزورت القدرائية وزورت مسجد الفتاح العليم وعرفونا في المبادرة أن الاتنين تبنوا في وقت واحد وده يأكد أن احنا هنا في مصر نسيج واحد وتوجه الشباب إلى مركز مصر الثقافي الإسلامي حيث شاهدوا مسجد مصر والمصمم على الطراز المعماري الإسلامي الممزوج بروح الحداثة والعصر ويعد سالس المساجد مساحة بعد الحرمين الشريفين كما يضم المركز داراً للقرآن الكريم نقش فيه القرآن كاملاً في سلاثين إيواناً بسواعد وأياد مصرية وبضقة كبيرة رواعة من رواعات العاصمة الإدارية أننا نشوف المصحف الشريف منحوط على الجدران وأننا شفنا مصحف سيدنا عصمالي بن عفان أول مصحف يعني ودي كان حاجة عمري متوقعة وأنه كان حلمي بالنسبة لأنني أجل العاصمة أجيل طلع المصر جديد بتقول دايماً تحيا مصر الجولة التي استمرت على مدار خمسة أيام بالعاصمة الإدارية شاملت مدينة الفنون والثقافة والتي أنشئت لتكون منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي في مصر بمكوناتها الفريدة أهمها قاعة الأبرة متحف عواصم مصر ومكتبة العاصمة الإدارية مجموعة من الصروح العظيمة جداً من أجل مستقبل مصر ومستقبلكم منكم شخصياً عشان تتعرفوا على ثمون بلدكم اللي مش بس بننهلكم بننقلها عن طريقكم للعالم كون مجلس النواب أيقونة معمارية فاريدة في العاصمة الإدارية توجه إليه شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة لمعرفة كيف يمارس نواب الشعب دورهم الرقابي والتشريعي واستمعوا إلى آليات عمله ومراحل بنائه وقد حصل المجلس على أفضل مشروع إنشائي عربي عام 2021 بنرحب شباب المبادرة في مجلس النواب الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة ومهم جداً هم يجوا وتعرفوا على المجهود اللي بيتعمل في العاصمة الإدارية والحقي الحكومي عرفنا النهاردة إن مجلس النواب ليه سلطة تشريعية وسلطة رقابية ودي معلومات كويسة هنعرفناها النهاردة أجيل طلع في مصر جديدة بدحكة جميلة ترك الأل وعلى بعد أمطار قليلة من مجلس النواب كان المقر الجديد لمجلس الشيوخ حيث تعرف الشباب الجديد على آليات عمله في مراجعة القوانين المختلفة وشاهدوا قاعة المجلس الرئيسية مأخورة جداً أننا مشاركة في المبادرة دي لأنها بتعلمنا حاجات كتير وكل مرة باستنى المبادرة هتفجئنا بإيه وهتعمل إيه حاجات جديدة اتعلمت في مدر كلنا واحد جيل جديد أن السلطة التشريعية بتكون من مجلسين مجلس النواب ومجلس الشيوخ مجلس النواب هو اللي بيشرع القوانين ومجلس الشيوخ هو اللي بيراجح ولما روح أقول آلي لازم ينزله في الانتخابات علشان يختار أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ وحرصت مبادرة جيل جديد على استحاب الشباب إلى مقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي وأتيحت لهم الفرصة لزيارة القاع المخصصة لعقد جلسات مجلس الوزراء من خلال زيارة البراعم وزي ما شفنا النهاردة ومروا على مجلس الوزراء وشافوا الحي الحكومي في انتقال الحكومة من القاهرة العاصمة الإدارية جديدة شافوا إزاي فيه تخطيط جديد بيحصل سواء على مستوى المباني وسواء أيضا على مستوى التحول الرقمي والربط بين الوزراء المختلفة احنا تعلمنا في المبادرة حاجات كتير منع مجلس الوزراء بيمثل سلطة التنفوذية في مصر المجلس الوزراء بيكتاب حنا كل أسبوع علشان خطة لنا بمستبعنا ومع استمرار الأعمال الإنشائية في البرج الأيقوني كانت فرصة للشباب لزيارة هذا المعلم المتميز والذي يقع بحي المال والأعمال ويعد أكبر الأبراج في أفريقيا مجسدا إرادة المصريين في البناء والتنمية أنا بسوط أود أن أجيت إلى عاصمة الأدالية هنا في برج الأيقوني ما كنتش متخللاتنا أنه هو يكون بالشكل ده وبالدخومة دي بشكر الرئيس عبدالفتاح السيستي اللي بيخلينا نشوفي الإنجازات والتريق بلده وتحت أطول ساري عالم في العالم التقط شباب جي الجديد صورا تذكارية حيث يعد هذا الساري جزء من ساحة الشعب والتي تعتبر من أبرز المعالم الموجودة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتضم النصب التذكاري الذي صمم بطابع فرعوني ومدون عليه أسماء شهداء مصر مبسوطة جدا برضو أننا بصينا على ساحة الشعب وعرفنا حاجات فهو أكتر وبجد مناظر طحفة بجد والله العظيم مناظر طحفة أنا مبسوطة اللواء إحنا بجد براتنا حاجات زي كده مبسوطة أن نشيات الرئيس فكر أنه يعملون مبادرة زي كده مبادرة غيرت في شخصيتنا كثير جدا خليتنا طموحين وبنبص الأحسن حاجة دايما كما قام الشباب بجولة بالنهر الأخضر وهو سلسلة من الحدائق الخضراء والبحيرات الصناعية وأقيم كمتنفس طبيعي للعاصمة الإدارية تحية كل إيد مصرية أنها قادرة تحول الصحراء دي للجمال دا كله والحاجات الخضراء دي شكلها منظرها تخليه بالجميلة وعلى هامش الملتقى السادس لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة تم تنظيم ندوات ثقافية لهم بالحي الحكومي حول العاصمة الإدارية وأهميتها ومراحل إنشائها أنا اسمي صابر أحمد من حي معا وكنت عايزة أعرف إزاي منشآت دي كلها اللي في العاصمة الإدارية الجديدة تبانس إزاي في سبع سنين الإرادة، المعافرة، صح ولا مصح؟ دا الوقت قصير، مش هننام بدل ما وردية واحدة تشتغل سبع ساعات، إتناشر ساعة تشتغل تلات ورديات في اليوم العمل شغال 24 ساعة نحن بنشتغل في المبادرة، بنشتغل على جديد الفكر كيف يمكن صياغة فكر مبدع فكر المستقبل، القدرة على استشراف المستقبل هو دا اللي جاء من الأمم فخورة جداً إن أنا في المبادرة الجيل الجديد كلنا واحد وحب أشكر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحية مصر، وتحية مصر، وتحية مصر، وتحية مصر وخلال لقائه بشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة أعلن رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية عن مكافأة للطلب المتفوقين نحن نخصص لكم عشر منح دراسية إن شاء الله السنة الجاية للتفوقين في السنة العام إنهم يجوا ونضموا دوسرة العاصمة ويتقدموا للجماعات هنا وإحنا نتكفلين بكل سنوات الدراسة بكل المصاريف، بكل ما يحتاجونه ومكل حاجة أهم الرسالة طبعاً نحن نريهم جودة حياة المستقبل جودة الحياة، هي دا الفرق نريهم أنه شكل جديد للجمهورية جديدة نريهم مصر يقع عمل إزاي في المستقبل إنه هذا مستقبلهم، نحن نجاهز ليهم أمه أمه اللي هيكبله وأمه اللي هيستفيده بالحاقات دي كلها أمه اللي هيشوفه مستقبل عمل إزاي اختتم الملتقى فعلياته بحفلة طرفهية ساذها أجواء من البهجة والفرحة كما أقيمت مسابقات رياضية بالصالة المغطى بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية شهدت تنافساً بين شباب المناطق الحضرية وإبراز مهاراتهم الرياضية بحضور عدد من الرياضيين استمتع خلالها الشباب بالأجواء التنافسية المتميزة هنشوفوا الدربة الحرة اتلعبت ودي تزديدة وجول جول جول اللي عجبني في المبادرة دي إنها بتهتم بالإنسان وبتهتم بالشباب وبتهتم بأبناء المدن الحضرية شوفنا شباب كويس جداً مبشر جداً بنخيل يعني حسيت إن ناس تحط عليها سبط مكادش موجودة في الصورة وده الشيء المهم جداً بتاخد بالك من أولاد صغيرين اللي انت بتدعم أولاد صغيرين اللي انت بتقلق جنبهم وتعلمهم وتلعبهم الرياضة دي حاجة محترمة جداً شوفت لعيبك مميزة جداً نهارتا في اللقاء ده بيعني إن شاء الله بيذن الله عندهم مسابق كويس جداً فترة اللي جاء إن شاء الله نلاقي النجم وثنين وثلاثة يمثلوا مصر في المنتخبات الوطنية ويحترفوا في الدول الأوروبية بقى نمزج مشرفة زي محمد صلاح وتريزجين وخلال الاحتفالية تم توزيح حقائب مدرسية على شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد مصر لما تقولها عدي يبقى مش ممكن تهدي مصر حلفة مش هترجع إلا لما الفجر يطلع ونهار للدنيا يلمع مصر مش ممكن هتركع غير الرب العالمين والجوامع والكنيس مفتوحين اسألوا التاريخ وشوفوا غير الجند مين مصر صحية كل حين صدرت علم وحضارة عبر آلاف سنين عشت يا أم الدنيا دايما أزهارك فوق الليبين مصر Mick مصرatie كل حان وعند SLP مصر Civic مصرية كل ح 준�ماء جديد من قبل